بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة كيفية استعمال الجداول وعادة النقطة اللي يلاقي فيها الطلبة صعوبة قليلا هنا رح نتحدث على إيش؟ رح نتحدث على كيفية استخراج كيفية استخراج لو أعطيتك ضغط معين ودرست حرارة معينة كيف تعرف أن النقطة هذه موجودة superheated vapor, compressed liquid or saturated liquid vapor mixture فهنا رح نرجع بالتو كيرفز TV and PV نبدأ بالTV هنا دياغرام هذا قلنا إنه لما يكون عندي ضغط ثابت لما يكون عندي ضغط ثابت واستخرجت من الضغط الثابت هذا باستعمال الجداول saturation temperature فلو كانت المسألة أعطاني نفس هذا الضغط لكني أعطاني درست حرارة أكبر من saturation temperature فهنا السؤال يطرح النقطة هذه أين موجودة؟ هنا رح نلاحظ إنه النقطة هذه تمثلي saturation temperature بما أني قلت في المعطى إنه درست الحرارة أكبر من درست حرارة الغليان فإذا موجودة مثلا هنا لما هي موجودة هنا رح نروح بها كده طوالي رح نحصل نقطة هنا فالنقطة هذه يستمثلي superheated paper فإذا لو أعطيتك ضغط ودرست حرارة إيه سي تسوي تروح للضغط هذا في السخرج saturation temperature حقته باستعمال الجداول B1-1 ثم بعدين إيه سي تسوي تقارن درست الحرارة هذه بدرست حرارة المعطى أو العطيات في السؤال فلو كانت أكبر إيه سي تقول بأنها superheated vapor نفس الفكرة هنا لو أعطيتك ضغط ودرست حرارة ثم بعدين طلبت منك في أي نقطة توجد superheated vapor compressed liquid or saturated vapor فهنا إيه سيقول رح نقول مثلا أو أعطيتك ضغط أو أعطيتك ضغط نعم أقل من ضغط الإشباع طيب ضغط الإشباع هذا كيف نستنجو رح نروح للجداول اللي عندي temperature here entry يعني في ال B1-1 نستخرج منها saturation pressure اللي تلاقاها محادية لدرست الحرارة أول عمود بعد درست الحرارة تحصل منه saturation pressure ثم إيه ستسوي تقارن saturation pressure بالpressure حقت المعطى عندك فهنا مثلا أخذنا أنه الpressure حقتنا إيش أخذنا أن الpressure حقتنا في المعطى أقل أو اعذنوني هنا أقل من إيش من ضغط الإشباع فهنا إيش رح نتحصل قلنا هذه ضغط الإشباع وقلنا هذه نستغل على درست حرارة ثابتة فلو أعطيتك ضغط أقل من ضغط الإشباع مثلا هنا رح نروح هنا رح نحصل نقطة هنا وما ننسى أن النقطة هذه أو الكيرف هذه يمثل لي superheated vapor فهنا شباب اللاحظ أني لدرست حرارة زي ما قلت قبل لدرست حرارة معينة لو ضغط المعطى أقل من ضغط الإشباع فإذن الحالة هذه تسمى superheated vapor الحالة اللي قبل قلنا إيش نأكدو هنا إذا قلنا عندي ضغط ثابت الحالة اللي قبل إذا الضغط ثابت ودرست حرارة المعطى أو المعطى في السؤال أكبر من درست حرارة الإشباع فإذن أيضا عندي superheated vapor تباعا الحالة هذه رح نشوف compressed liquid لكن هنا رح نستغل على constant pressure فإذن لو أعطيتك في السؤال pressure and temperature فإيش تسوي مباشرة رح تروح تستخرج saturation temperature اللي هي النقطة هذه أعطيتك في المعطى درست الحرارة هنا أقل من ضغط أو أقل من درست حرارة الإشباع فرح نكون مثلا في النقطة هذه نروح هنا نتحصل على إيش على subcooled liquid or compressed liquid زي ما معطى هنا فقلنا ما ننسى أنه subcooled liquid هي compressed liquid أيضا لو أعطيتك pressure and temperature ولكن هنا طلبت منك أنك تستخرجها في درست حرارة ثابتة فأول شي أول شي إيش رح تسوي لو أعطيتك pressure and temperature تروح للجدول B1 1 قلنا تروح للعمود الأول المحادي لدرست الحرارة تحصل هناك إيش تحصل ضغط الإشباع بعد ما تحصل ضغط الإشباع تحط هنا هذا ضغط الإشباع حقنا مثلا في هذه الرسمة نقارن لهذه نفس الدرست الحرارة نقارن إيش نقارن الضغط بضغط الإشباع فهنا فهنا رح تكون الحالة الرابعة فرح ناخذ أنه ضغط حقنا أكبر من الضغط الإشباع مثلا نقطة هنا فلو رحت هنا رح نلاقي نقطة هذه والنقطة هذه إيش موجودة هنا Compressed Liquid فهنا لو نعيد الحالات الأربعة تباعا لو نعيد الحالات الأربعة تباعا فقط عشان نتذكرهم مع بعض إن شاء الله أول شي نعطيك معطة Pressure and Temperature هذا معطة فهناك في طريقتين بالنسبة للضغط نروح نستخرج درس حرارة الإشباع ثم نقارن درس الحرارة هذه نصيب بدرس حرارة الإشباع إذا كانت درس الحرارة حقة المعطة أكبر من درس حرارة الإشباع إيش نقول نقول إنه Superheated Vapor إذا كان درس الحرارة هذه أقل من درس حرارة الإشباع إيش نقول نقول إنها Compressed Liquid هذا بالنسبة للدرس الحرارة الطريقة الثانية طريقة الثانية إني إيش نسوي هنا فقط لو أعطي Deep Pressure Anthem Pressure إيش قلنا قلنا نروح لدرس الحرارة هذه نستغرج Saturation Pressure وقلنا هنا نستعمل B11 بالنسبة للحالة الأولى تم عرضها نستعمل B12 ثم بعدين إيش نسوي نقارن الضغط هذا بضغط الإشباع إذا كان الضغط هذا إيش أكبر من ضغط الإشباع فإيش راح نقول إيش راح نقول هنا طبيعي هنا إذا الضغط المعطى أكبر من ضغط الإشباع فهنا في الرسمة هنا راح نقول أنه Compressed Liquid إذا كان الضغط المعطى أقل من ضغط الإشباع إيش راح نقول هنا شباب طبيعي جدنا راح نروح للكير في هذا ورح نقول أنه هنا راح نستغل في Superheated Vapor إن شاء الله تكون هذه جميع النقاط واضحة فقط أود طرح سؤال قبل ما نروح هنا لو أخذت درست حرارة ثابتة ثم أعطيتك في المعطى الضغط أكبر من ضغط الإشباع ما هي الحالة هنا